اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال اكد بما يحظى به الإعلام المرئي والمسموع والصحفي في المملكة من دعم ومتابعة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وما يقدمه الإعلام من مساهمة في إنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أيده الله لتحقيق الرؤية الثاقبة لجلالته بالنهوض بقطاع الإعلام والاتصال ومنحه الدعم والحرية والاستقلالية ليصبح مواكبا لما تشهده مملكة البحرين من إنجازات حضارية وتنموية في ظل الانفتاح والتطوير والتنمية المستدامة التي رسخ أساسها جلالته جاء ذلك خلال تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة صباح اليوم بزيارة إلى وزارة شؤون الإعلام حيث كان في استقبال سمو سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وعدد من المسؤولين بالوزارة ووجه سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة إلى ضرورة العمل على تطوير القطاع الإعلامي نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به هذا القطاع المهم في عصرنا الحاضر والمساهمة في الارتقاء بمهنة الإعلام وتنظيم عمل وسائل الإعلام بما يحقق المصلحة العليا للوطن ويحافظ على وحدة المجتمع وأكدا سموه أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مكانة مملكة البحرين إعلاميا في الأوساط الإقليمية والدولية دعما وتعزيزا لمسيرة التنمية والخير والبناء والتقدم في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله وأشهد سموه بجهود سعادة السيد علي بن محمد رميحي وزير شؤون الإعلام والمسؤولين بالوزارة معربا سموه عن شكره وتقديره بما يقومونه من دور هام للوصول إلى أفضل ما توصلت إليه الاستراتيجيات الإعلامية وتطوير المؤسسة الإعلامية الرسمية من خلال تطوير الأجهزة الفنية واستوديوهات البث في الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين والتي تؤدي دورها الهادف والهام لمواكبة ما تشهده مملكة البحرين من مؤتمرات وفعاليات هامة ونقلها بالصورة الحديثة والمتطورة كما أثنى سموه على الخطط والبرامج التي تقدمها الوزارة من دعم للإنتاج الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني والتي تهدف إلى تطوير العمل الإعلامي من خلال تأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية والصقلها لتؤدي رسالتها الإعلامية وفق أحدث التقنيات الحديثة لمواكبة ما يشهده العالم اليوم من تطور متسارع في مجال الإعلام هذا وقم سموه الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة يرافقه سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وعدد من المدراء بجولة في مبنى التلفزيون والإذاعة حيث طلع سموه على وحدة التحكم في البث التلفزيوني ووحدة القنوات الفضائية وكذلك استوديوهات الإذاعة واستوديو الأخبار وقسم التحرير بإدارة الأخبار حيث استمع سموه إلى شرح من المسؤولين في هذه الإدارات حول عملية البث اليومي للبرامج المباشرة ونشرات الأخبار في التلفزيون والإذاعة كما تشرف عدد من الموظفين بالسلام على سموه حيث شكرهم على الجهد الذي يبذلونه في هذا القطاع الحيوي وتقديم الأفضل لإبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين الغالية والتقى سموه مع عدد من المدراء بوزارة شؤون الإعلام وشكرهم على حرصهم في تقديم وتطوير كل ما من شأنه الارتقاء بهذا الجهاز الإعلامي الهام في مملكة البحرين كما قدم المدراء من جهتهم الشكر والتقدير والامتنان على هذه الزيارة الميمونة لسموه والتي لها أثر كبير في نفوسهم ودافع لهم لتأدية عملهم والارتقاء به لأفضل المستويات واستمع سموه منهم لشرح عن المشاريع والخطط والبرامج التي تنتهجها الوزارة في سياسة الإعلام الوطني وبناء المنشآت التي تخدم السياسة الحديثة في التواصل مع كافة المجتمع والوصول إلى أكثر المتابعين عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وإبراز الأنشطة والفعاليات المحلية التي تقام في مملكة البحرين وأيضا تقديم أفضل البرامج الهادفة عبر قنوات البحرين التلفزيونية والإذاعية ووكلة أنباء البحرين من جانبه أعرب سعالت سيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة المماثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال على تفضله بهذه الزيارة معربا سعادته عن ترحيبه وكافة منتسبي وزارة شؤون الإعلام بهذه الزيارة التي تعتبر دعما وتشجيعا وحافزا من أجل العمل نحو المزيد من التطوير والارتقاء بمختلف مجالات الإعلام مشيرا سعادته بما يوليه سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة من دعم واهتمام مستمر للإعلام وبتوجيهاته السديدة والتي هي محل اهتمام وستكون في موضع التنفيذ من أجل تعزيز دور القطاع الإعلامي وإبراز السمعة الطيبة لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر